ينتظر الأهالي في عدن النجدة والإغاثة من الكوارث التي لا تكاد تنقطع وبينما يأملون استشعار المسؤولين والمسيطرين على مؤسسات الدولة مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الناس فوجئوا بالعكس تماما ظروف حرجة يعيشها الناس في العاصمة المؤقتة نتيجة تدهور الخدمات وما يمكن اعتباره انهيار القطاع الصحي وفوق ذلك تأثيرات السيول التي تغمر كل شيء تقريبا في عدد من الأحياء السكنية لم يبقى من بد أمام الناس إلا الخروج للتعبير عن غضبهم من حالة الضنك التي طالت كل جوانب الحياة تقريبا يخرجون في مسيرات غضب يعبرون عن مطالبهم ويحدث أن تكون لغتهم في بعض العبارات حادة وربما قاسية وضع تحولت معه عدن إلى قرية لا صوت فيها أقوى من صوت الميليشيا الخارج عن الدولة تهديد وتخوين ولغة تذكر بالعهد الشمولي وتعيد إلى الأذهان صور القمع الوحشية التي استخدمت في الحقب السابقة وفي ظل الفوضى والانفلات وغياب الدولة تظهر تشكيلات عصابية تهدد الناس بالقتل والذبح بتهم مستهلكة إذا ذلك كله تبقى التساؤلات مفتوحة حول من يتحمل المسؤولية جاه عدن ولماذا يقمع الانتقالي مسيرات الغضب التي صارت كل خيارات المطحونين الذين لا يبدو أن أحدا يأبه لمعاناتهم